مرحبا وطحياتي للجميع مارون عبود هو أحد عمالقة النهضة الأدبية والفكرية سواء في لبنان أو في العالم العربي في النصف الأول من القرن العشرين أو في القرن العشرين بصورة عامة ومارون عبود طبعا هو كاتب ومؤلف وروائي وشاعر ومؤرخ وناقد كبير جدا من موليد مدينة جبيل أو منطقة جبيل في لبنان في عام 1886 وتوفي عن عمر 76 سنة في عام 1962 ومن أعمالي الكثيرة نذكر مثلا كتاب أبو العلاء المعري زوبعة الظهور أحاديث القرية أدب العرب الأمير الأحمر حبر على ورق سبل ومناهج وكتاب من الجراب وغيرها الكثير ولنقول أن مارون عبود كان من الأدباء الذين قدموا أدب يعني ممكن أن نقول عنه ثوري في مكان ما لأن أدب مارون عبود كان يحمل في داخله طبعا نقد مبطن لكل ما هو نمطي وتقليدي وشائع فمثلا هجم مارون عبود بشكل مبطن أو بشكل مضمر مرمز هجم الكهنوت والمقلدين والمشترين فكان أن قيل عنه مثلا بأنه ماسوني ويهاجم الدين ويهاجم الكهنوت مثلا ويهاجم الرهبان ويهاجم كل ما هو تقليد واشترار إلى آخر فقيل عنه بأنه ماسوني وأيضا صلط مارون عبود لنقل لسانه على اليسوعيين وعلى كل رموز التزمت والرجعية وحتى أنه هبط بالمسيح الإله هبط بالمسيح الإله وأعلى بالمقابل المسيح الإنسان وأعلن بكل وضوح أن الأدب ما هو إلا ثورة على الحياة وعلى تغييب الضمير وعلى كل مظاهر الإنحطاط الأخلاقي لكن أيضا من جهة أخرى فمن المهم القول أن مارون عبود كان شخصية أيضا غير صدامية يعني شخصية لا تحبذ الصدام ولذلك كانت ثورته لنقل تقليدية وإخفاها أن صح التعبير خلف قناع السخرية وخلف أسلوبه المرن والمحبب وخلف ألفاظه الحية والمتموجة ووراء كل ملاحظاته ونقده الذي يعمد من خلاله طبعا إلى استخراج العبرة من القصة ليقدمها لنا بطابع من الشمولية والجدية كمثل يعني معلم رصين يكشف لنا مثلا من خلالها العبرة الأخلاقية والاجتماعية الكامنة وراء هذا الحدث أو وراء هذا الفعل أو وراء هذا العمر الذي يبدو عادي أو يبدو مثلا نمطي أو شائع أو سائد أو على حد تعبير بعبارة أخرى على حد تعبير أحد الأدباء المعاصرين لعبود فالرجل كان يحز دون أن يؤلم كان يحز دون أن يؤلم ويجرح دون أن يزعج ويكشف عن موضع الداء وهو يرسم به سخريته ابتسامة فيها تفاؤل مفرط من جهة وتشاؤم مخفف من جهة أخرى طيب في هذه الحلقة القصيرة التي لن ترتقي أبدا لمقام هذا الكبير مارون عبود سأحاول أن أقضي على جزئية من فكر عبود وهي جزئية إدراكه للحياة ومعنى الحياة وما هي فلسفة مارون عبود الحياتية يعني فيما خاص الحياة والموت مثلا وطبعا تعرض مارون عبود لهذا الموضوع ولهذه القضية في الكثير من مؤلفاته وفي الكثير من مقالاته خاصة مثلا في كتابيه من الجراب وسبل ومناهج فمارون عبود أحب الحياة لنقل بكل جوارحه ورغم مصاعب الحياة كان دائما ينظر بنظرة تفاؤلية نحو المستقبل وكان يأمل في تحسن أوضاع الحياة وارتفاع قيمتها لكنه في نفس الوقت كان مشفقا على حال الإنسان كان يشفق على الناس طبعا من خطورة المسئوليات الحياتية وأهم هذه المسئوليات برأيه هي الحرية هي الحرية التي تفرض على صاحبها طبعا كم هائل من الأعباء وهذا ما لا تطيقه أو ما لا تستطيع أن تحتمله إلا قلة قليلة من الناس ومارون عبود اختار أن يعيش الحرية فلم يلتزم بطريق أو بأفكار أو بمعتقدات يعني محددة أو لم يعيش مارون عبود ولم يحيا من ضمن مثلا أطر نمطية وتقليدية بالكامل فمثلا كان يقول وكعادتي ساخرا مذهبي في الحياة أن لا مذهب لي فيها فكل أعمالي خبص في خبص ما أريده لا أفعله والشيء الذي لا أريده إياه أصنع أحسبني كرة في يدي لاعب جبار يقضف بها إلى الفضاء فلا هو ولا هي تدري أن تتوجه وأين يكون المستقر والحياة في نظر عبود ليست شيئا من صنع الإنسان أو تسير يعني كما يحب الإنسان وليست أيضا مثلا ثوبا يرتديه الإنسان يعني بكامل إرادته ولكنها كما يرى يعني حياة فرضت عليه وفرضت عليه أن يحياها يعني في غمرة من الشعور والفكر والتساؤل وعدم الفهم والقلق الدائم يعني في سعي لا يتوقف من المجهول إلى المجهول فيتحدث بهذا المعنى قائلا فالحياة في نظري لعبة تتلهى بها قوة سرمدية أزلية تخرج منها أنماطا لا تدرك ولا يزال في قراراتها غرائب وعجائب لا نهاية لها وكلما تزاوجت أنسلت أقزاما وعماليق وكلما انفعل الكائن الأزلي تفجر القواهي اللامتناهية وانبثق إلى الوجود ما يحير كل موجود في مكان آخر سنجد مرون عبود يتحدث عن الموت وكيف أنه على الإنسان أن يواجه الموت وأن يتقبل الموت بوصفه حقيقة مطلقة فيقول نعلم أننا ميتون وإذا حصل الموت قمنا وقعدنا وتفجعنا كأنما قد حل بنا أمر غير منتظر ولا مقدر أما حالة موته هو في تجربة موته الشخصية هذه التجربة التي لا يمكن لأحد أن يشاركه فيها فسنراه سيطلب طلب غريب لمن يكون حاضرا بعد موته بعد وفاته ما هو هذا الطلب؟ لي نستمع إليه يقول هل بمن يضحق ويقهقه يوم أتوارى؟ هل بمن يضحق ويقهقه يوم أتوارى؟ لتقر بذلك عيني وتطيب نفسي كممثل هزلي يسدل عليه السطار بين تصفيق النظارة وعربدتهم الضحكة؟ وهل الحياة غير رواية هزلية؟ ويعلن أيضا مارون عبود أنه يخاف الحياة لنقل مع المرض أو مع العجز أو مع الشيخوخة المتقدمة كثيرا في السن يعني أكثر من خوفه من الموت مع الراحة مثلا فبالتالي مارون عبود يخشى من أن يعمر طويلا لكن على حساب أن يكون يعني مثلا فاقدا للقدرة على الكتابة وعلى العمل أو بمعنى آخر بعبارة أخرى فمارون عبود كان يخشى من حياة أبدية لا عمل فيها ولا مكبدة ولا إعمال للعقل ولا تجارب للشعور ولا كتابة فيها ولا إبداع ولا أدب ولا فكر إلى آخرين وابتالي كان يفضل عليها حياة قصيرة مع عمل وإعمال للعقل وكتابة وأدب على أبدية لا عمل ولا كتابة فيها لأن العمل برأي عبود هو ما يعطي قيمة لحياة الإنسان فكان يقول لا أتمنى على جسدي إلا أن يظل خادما أمينا لما خلق له وأتمنى عليه أن ينذرني قبل أن يخذلني وإن كان لابد من عمر طويل فأرضى أن أعيش ما ظللت قادرا على العمل ولو كنت واثقا من أنني أطالع وأكتب في دنياي الجديدة لما طلبت المزيد من حياتي هذه ولكنني أخشى أن يكون صحيحا ما يقولون وأمسي وأصبح في جنة لا عمل فيها أبدا من هذا خوفي لا من الموت ومن ثم يمضي معززا هذه الفكرة فيقول يشغل بالي البشرية تطويل العمر أما أنا فأرى أن محاولة هذا التطويل تحول دون التمادي في العمل والذي يستريح من أجل إطالة عمره يكون قد قصره من حيث لا يدري فالعمر الذي لا يملأه العمل هو عمر أجوف كمثل القصبة فمن خلال هذه الكلمات القليلة أو البسيطة والممزوجة أدبا وفلسفة وسخرية وتفاؤل وتشاؤم طبعا يمكن للقارئ أن يرى بين سطور مارون عبود يعني سطور أخرى تعلم مثلا أن كل ما في الحياة باطل الأباطيل هكذا كان ينظر مارون عبود إلى الحياة بصورة شمولية عامة كل ما في الحياة باطل الأباطيل وكل شيء باطل ففي الابتسامة المشرقة شباب متوثب للمجهول وفي رجفة الشفتين مرارة الكهولة المقبلة على المجهول وشكرا